احييكم وهذه نشرة التاسعة هذا المساء نبدأ بالعنوين تحذير القنبلة القذرة لندن تشير إلى تمهيد روسي لاستخدام النووي وكيف ترد على الاتهامات بأنها سخيفة وخطيرة ريشي سوناك يتقدم على جونسون وباني موردونت بدعم المحافظين في الانتخابات البريطانية والأخيرة ترفض طلبا لسحب ترشحها وفي إيران إدراب المعلمين يعطي زخما آخر للاحتجاجات وعام مظلم ينتظر اقتصاد البلاد بسبب العقوبات رسالة لإقصاء المنافسين خبراء يفسرون لقطة إخراج رئيس الصين السابق ولا مبالات تشي جينبينغ أهلا بكم قنبلة نووية أو القنبلة القذرة وفق وصف موسكو التي تقول إن كياذ تتحضر لاستخدامها خلال الحرب وترميم الاتهام على روسيا وزير الدفاع روسي بدى وكأنه يمهد لشيء قادم عندما اتصل لأول مرة بنظرائه الأمريكي والبريطاني والفرنسي محذرا من أن كياذ تجهز لكارثة نووية لاتهام الكريملين بها لكن لوندن وباريس وواشنطن لم تصدق مزاعم موسكو معتبرين أن هذه الاتهامات هي تمهيد لما تنوي روسيا فعله من تصعيد فتبدأ بلوم الضحية أولا وفقا للوصف البريطاني كياذ هي الأخرى وصفت تصريحات الدفاع الروسية بالخطيرة والكاذبة ترجمة نانسي قنقر على الأراضي الأوكرانية تحتدم المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني وكل طرف يتحدث عن خسائر فادحة لدى الآخر في المحور الجنوبي وتحديدا خيرسون لا تزال عمليات إجلاء المواطنين من الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو تحديدا من مدينة نوفيا كامينكا وبرسيلاف إلى الضفة الشمالية عبر مراكب وجسور عائمة متواصلة القوات الأوكرانية تستمر بمحاولة اقتحام مدن وبلدات في خيرسون انطلاقا من ميكولايف التي تتعرض لقصف عنيف من القوات الروسية مؤكدة أن كييف أي كييف أن القوات الروسية تستخدم المراكب لنقل المعدات عبر النهر ولديها ألفي جندي يغطون الانسحاب وبأنها تمكنت من إضعاف سيطرة روسيا على مدينة خيرسون مع تخليها عن الضفة الغربية لدنيبرو أما في المحور الشرقي وتحديدا في مقاطعة دونياتسك تتقدم القوات الانفصالية نحو مدينتي أفديفكا ومارينكا مستخدمة المدافع وراجمات الصواريخ بينما كانت قد سيطرت على بلدة بيرفو ماسيكي المتاخمة لمدينة دونياتسك ترجمة نانسي قنقر من كيف ينضم إليها نسفيان مفاد العربية هاني أهلا بك معنا كيف هي الأوضاع وآخر تطورات نعم أهلا بك ميسون وأهلا بمشاهدي قناة العربية طبعا هدو نسبي تشهد العاصمة الأوكرانية كيف خاصة بعد الضربات التي لحقت بها يوم أمس والتي أطلقت عليها القوات الروسية أكثر من ستة وثلاثين صاروخا باتجاه المدن وأيضا القرى التابعة للعاصمة الأوكرانية كيف طبعا هذه الصواريخ التي حلت على العاصمة الأوكرانية يوم أمس انقطع بسببها أكثر من مليون منزل بسبب استهداف القوات الروسية للكهرباء أو محطات الطاقة الكهربائية خاصة أن كانت الأهداف دقيقة من قبل القوات الروسية أنا تواجد في أحد الطرق الرئيسية هنا وسط العاصمة الأوكرانية كيف ولعلنا نشاهد انقطاع التام في الطاقة الكهربائية وكذلك إنارة الطرقات خاصة مع قرب حلول وقت حضر التجول التي فرضته السلطات الأوكرانية هنا طبعا نشاهد عدد من المركبات القليلة وكذلك عدد من الأشخاص الذين يسيرون نحو منازلهم للحاق قبل دخول وقت حضر التجول الذي سوف يبدأ بعد 40 دقيقة من الآن في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأوكرانية طبعا الهاجس الأكبر اليوم خاصة في مناطق إربين تحديدا والتي تضررت بشكل كبير وهي التي تقع شمال غرب حدود العاصمة الأوكرانية كيف تضررت بشكل كبير منذ بداية الأزمة وحتى اليوم اليوم كنا نتواجد بها وكان هناك اجتماع لبعض السكان الذين تبقوا خاصة أن هناك أعداد كبيرة نزحت إلى داخل كيف جراء القصف طبعا هل من أي مواقف على موضوع الاتهام الروسي باستخدام كيف للقنبلة القذرة؟ طبعا جميع الناس هنا أو الشارع يتحدث عن هذه القنبلة هناك ردة فعل غير مبالية من قبل المجتمع هنا في كيف الهم الأكبر الآن هم كيف يبحثون عن الدفع مع قرب حلول فصل الشتاء وكيف تأمين الغذاء نعم الغذاء متوفر في كافة المحلات التجارية ولكن تبقى الطاقة الكاروباية هي الهاجز الأكبر بالنسبة لهم وهو ما تحدثوا إلينا من خلال ما رصدناه من خلال مقابلاتنا وكذلك في النشرات الماضية وسوف نشاهد أيضا تقارير خاصة من إربين في النشرات القادمة شكرا لك هاني دائما سنكون معك لتطلعنا على آخر تطورات كنت معي من كيف مفهد العربية هاني صفيان هذا وأعلن النطق باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية تستهدف محيط محطة زابوريجيا النووية ما قد يؤدي إلى كارثة نووية وأن القوات الروسية ردت عليها بالمدفعية يستمر نظام كيف في السفزازات بغرض خلق تهديد بكارثة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية فقد أطلقت مدفعية القوات الأوكرانية ثلاثين قذيفة على الأطراف الشرقية لمدينة إينارغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية تم تنفيذ الضربات من المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في دينبرو بيتروفسك لترد القوات الروسية بالمدفعية دعم ترجيح كفة الجيش الأوكراني على حسابه نظيره الروسي هو ما يشغل بال الغرب حاليا لمنح كيف ميزة الشتاء العسكري فمضاعفات الحرب في الفصل تكون كبيرة ويصبح كل شيء أكثر صعوبة طبعا مثل توفير التدفئة تنظيف الأسلحة إصلاح المركبات طهي الطعام وتخزينه لذلك أكثر ما سيركز عليه الغرب هو تقديم الدعم اللوجستي لأوكرانيا وفقا لصحيفة تليغراف البريطانية كيف سينطلق هذا الدعم من خلال تهيئة خيام وأكياس نوم فردية للجنود تكون عازلة للبرد وطبعا تكون دافئة وتوفر ميزة تناول البندقية بسهولة عند الحاجة إليها دون أن تلتصق الأصابع بالمعدن المجمد لذلك السلاح وفيما يخص الملابس يجب أن تكون على مستوى ملائم لوظيفة كل جندي أوكراني حيث تكون خفيفة مموهة ودافئة في ذات الوقت عكس الجنود الروس الذين يقاتلون في ظروف قاسية منذ نحو ثمانية أشهر كما أن الدعم الغربي سيركز على نقاط ميكانيكية كيف تحافظ على عمل المدرعات والسيارات والدبابات حيث تتكاثف الزيوت والمواد التشحيم الأساسية أو تتجمد إذا لم تتم علاجتها بشكل صحيح كما أن بعضها يحتاج إلى إضافات خاصة في الشتاء للحفاظ على أدائها من أكثر الأمور اللوجستية الميدانية مشاهدين التي يحتاجها الجندي في ميدان معركة باردة الطقس هي طبعا الكاميرات والمناظر الحرارية التي تكشف التحركات بالبصمة الحرارية وطبعا توفر المراقبة من بعيد حلفاء كيف لم ينسوا أيضا طعام الجنود الأوكرانيين حيث أن توفير وجبات صحية وساخنة ومغذية تتنوع على مدار ثلاثة أو أربعة أيام لتكون حقيقة مختلفة بشكل مردن وهذا يكتسب أهمية كبيرة لماذا؟ كون الطعام يؤثر إيجابا على معنويات أفراد الجيش إلى سباق الرئاسة في بريطانيا هذا السباق لرئاسة حزب المحافظين ينطلق من جديد طبعا بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليسترس حيث قالت صحيفة تليغراف البريطانية بأن فوز بوريس جونسون هو أفضل أمل للشعب البريطاني في إصلاح النظام الانتخابي الفاسد في المملكة المتحدة وفق وصف الصحيفة طبعا في إشارة إلى أن مئة من نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يدعمون ترشح رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لزعامة الحزب ودائما بحسب مصادر في حملة تدعم عودته للمنصب يتوقع أيضا أن يعلن وزير الخزان السابق ريشي سوناك خوضه السباق على زعامة الحزب أيضا بعد حصوله على دعم أكثر من مئة نائب وطبعا هناك زائمة الأغلبية في مجلس العموم بني مورداونس من الأسماء المتوقعة أن تترشح موسيقى إذا المشاهدين في بريطانيا انتخاب رئيس الوزراء الجديد لن يكون كسابقيه فمئة ألف بريطاني من أعضاء حزب المحافظين ستكون لهم كلمة الفصل لتحديد من سيكون خلفا لتراس التي استقالت من منصبها بعد أربعة وأربعين يوما فقط مسؤولون من حزب المحافظين أكدوا أن عملية تحديد خليفة تراس كزعيم للحزب ورئيس وزراء البلاد ستستغرق أسبوعا فقط وليس ثمانية أسبوع كما جرت العادة كما أن صحيفة The Times البريطانية أشارت إلى أن إجراء التصويت الرسمي سيكون عبر الإنترنت هذه المرة وسيشمل أعضاء الحزب الذين يبلغ عددهم مائتي ألف تقريبا والذين طبعا يعتبرون صانعي القرار النهائيين في الحزب ووفقا لقواعد حزب المحافظين المحدثة سيطلب جميع المرشحين دعم ما لا يقل عن مائة شخص من نوابهم حتى يتم ترشيحهم بصفة رسمية وهي عتبة أعلى بكثير من الاستحقاقات الانتخابية الماضية هنا سيظهر ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين محافظين مع مائة مؤيد لكل منهم وبالتالي يمكن تجنب جولة الإعادة إذا حصل مرشح واحد على الدعم المطلوب خصوصا وأن الحزب لديه 357 نائبا ودائما وفق مراقبين من بين أولئك الذين يعتقد أنهم سيخلفون ترس وزير المالية السابق ريشي سوناك الذي كان الخيار الأول بين نواب المحافظين خلال الاستحقاقات الماضية الآخر هو وزير الدفاع بن والس الذي اختار عدم خوض آخر منافسة بل آخر منافسة على قيادة الحزب على الرغم من اعتباره المرشح المفضل لدى أعضاء الحزب فيما يعد بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة ترس من بين أعضاء الحزب المحافظين على الرغم من استقالته بعد ارتباطه بفضائح عديدة قبل بضعة أشهر فقط كشفت تقارير بريطانية تفاصيل مدار بين بورسي جونسون وريشي سوناك خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت حول إمكانية التواصل اتفاق وتوحيد حزب المحافظين وذكرت التقارير أنه خلال اللقاء الذي دام ثلاث ساعات أبلغت جونسون سوناك بأنه إذا عاد لرئاسة الحكومة سيمنحه موقعا أساسيا مقابل الولاء الصارم له وأن اللقاء أيضا انتهى من دون اتفاق بعد رفض سوناك عرض جونسون في حين يقول مقربون من جونسون أن بل إن موقعه التفاوضي قوي بسبب معرفة خصومه وأنه قادر على حصد العدد الأكبر من الأصوات في الجولة الأخيرة أيضا مراقبون بريطانيون أكدوا أن بقاء حزب المحافظين على قيد الحياة لمدة ستة إلى تسعة أشهر صعب للغاية بغض النظر عن الفائز من لندن ينضم إلى عبر سكايب راتب سليمان عضو حزب المحافظين البريطاني السابق سيد راتب أهلا بكم معنا السؤال الأكبر اليوم من سيكون في داونينج ستريت من هو الأوفر حظا مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام حتى هذه اللحظة الأكثر حظا هو السيد رشي سوناك رشي سوناك حتى هذه اللحظة حصل على 142 من أعضاء البرلمان المؤيدين له والداعمين له ولديه طبعا الخبرة الاقتصادية التي ستقود البلاد إلى الاستقرار السياسي الاستقرار الاقتصادي عفوا وإلى أمور أخرى يعني استاذ راتب هل رشي سوناك هو الشخص المناسب في هذه الفترة بذات هذه الفترة التي يعتبرها البعض وخاصة المراقبين بأنها الأصعب على بريطانيا رشي سوناك طبعا لديه الخبرة الاقتصادية وهذا طبعا مطلوب في هذه اللحظة البلد الآن يعاني من المشاكل الاقتصادية ويعاني من المشاكل غلاء الأسعار والطاقة ومشاكل أخرى والإضرابات العمالية كل هذه المشاكل طبعا سيواجهها أي من يكون رئيسا للوزراء القادم ولكن رشي سوناك إذا استلم رئيسا للوزراء سيحاول قدر الإمكان حل هذه المشاكل الاقتصادية طبعا استجراتب هل المشكلة في بريطانيا هي فقط مقتصرة على الوضع الاقتصادي يعني أليس هناك أي أمر سياسي يطغى مثلا يعني حتى موضوع بريكزيت موضوع الموقف من الحرب بين أوكرانيا وروسيا أيضا هل رشي سوناك قادر أيضا على إدارة هذه الملفات طبعا سيواجه رشي سوناك الكثير من المصاعب وأهمها هو حزب المحافظين حزب المحافظين الآن منقسم على نفسه حتى إذا استلم السيد رشي سوناك سيكون لديه الكثير من المعارضين داخل حزب المحافظين والذين لا يريدون العمل معه سيواجه الصعوبات الكثيرة كذلك بريطانيا تواجه طبعا مشاكل كثيرة منها الحرب في أوكرانيا ومنها الاقتصاد ومنها مشاكل أخرى يعني المشاكل ستكون كبيرة جدا بالنسبة لرئيس الوزراء القادم سيكون له عبء كبير على حل هذه المشاكل طبعا البعض يعتبر استذرات بما يجري أيضا في بريطانيا الآن بسبب الخروج من بريكزيت البعض يعتبر بأنه لم يكن هناك خطط جيدة لمواجهة هذا الخروج هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح لأن هناك لازالت مشكلة إيرلندا طبعا عندما كان بورش جونسون رئيسا للوزراء طبعا أراد عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإيرلندا وحصلت هناك المشاكل أما رشي سوناك إذا استلم في هذه المرحلة فسيكون الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وستكون العلاقات أفضل طب استذرات بإجاز لو سمحت حزب المحافظين يقال بأنه على رغم أي شخص أتى الآن سلن يكون هو الفائز في السنوات القادمة نعم هذا صحيح حزب المحافظين خسر الكثير من الناس الذين يشجعونه وكذلك الآن استطلاعات الرأي تقول بأن حزب المحافظين خسر ما يعادل 35 نقطة من المواطنين حزب المحافظين سيخسر الانتخابات القادمة حتما إلا إذا جاءه قائد كبير وعظيم وحاول إنقاذه من هذه المشاكل كلها ولكن سيخسر الانتخابات القادمة من لندن عبر سكايب راتب سليمان عضو حزب المحافظين البريطاني سابقا نشكر المشاركة معنا ما يقرب من القرنين من الزمن كان فيها حزب المحافظين عنوانا للسياسة البريطانية يمر الآن في وعكة جراء الانقسام داخل الحزب عنوين الصحف البريطانية جسدت الحرب الجارية بين المحافظين لتكتب الجارديان تحت عنوان القبائل المحافظة تذهب إلى الحرب بينما عنوانة الاندبندنت جونسون وصوناك يتنافسان بينما تتلاشى الآمال بالوحدة انتقادات عديدة من قلب الحزب طالت رئيس الحكومة السابق منهم دوميني كراب وزير العدل السابق مذكرا بسلسلة فضائح بارتي جيت التي لم ينطفئ تأثيرها على حياة جونسون السياسية بعد دوامة لموت الحزب هكذا وصف رئيس الحزب الأسبق ويليام هيغ عودة جونسون إلى رئاسة الحزب والحكومة وصفا إياها بأسوأ فكرة منذ 46 عاما الخلاف داخل الحزب ليس أقل وطأة على ريش سوناك وزير المالية في حكومة جونسون والذي أدت استقالته إلى استقالة جونسون سوناك أكد قدرته على حل الأزمات التي تمر بها البلاد الاقتصادية منها خاصة بالرغم من أنه هو الذي أشعل فتيل الأزمة الأولى ثقة متزعزعة بين بعض أعضاء الحزب يرونها في سوناك فالحصول على الأصوات اللازمة لا يعني التأييد الشعبي لسوناك مقارنة بجونسون الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة بالرغم من اختلاف الرأي بشأنه مخاوف من أن تؤدي معركة القيادة هذه إلى موت الحزب وانهيار مفاصله الأساسية ولربما هذا ما وضحه استطلاع للرأي تراجع كبير في شعبية حزب المحافظين بين البريطانيين 14% فقط ممن شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم يدعمون الحزب ما يعني تراجعا في الشعبية بنسبة 5% خلال شهر واحدا فقط إيبا عمر العربية قبل أن نتوقف مع هذا الفصل نعود ونذكر بالأخبار العاجلة الصادرة من الديوان الملكي السعودي فريق ولي العهد الطبي أوصى بتجنب سفره لمسافات طويلة دون توقف أيضا التوصية الطبية جعلت من المتعذر حضور ولي العهد في قمة الجزائر أيضا الديوان الملكي يقول بأن الملك سلمان وجه بإنابة وزير الخارجية لترأس الوفد السعودي بالإضافة إلى أن ملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الجزائر وإلى دعمها لإنجاح القمة العربية سنتابع بعد قليل في نشرة المساء ترامب يلمح إلى انتخابات عشرين أربعة وعشرين سأفعل ذلك مرة أخرى نتابع مشاهدين من الشأن الإيراني تطورات متسارعة في ملف الاحتجاجات التي تعتبر الأطول من تلك التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية حالة الغليان الشعبي تتزايد المطالب بإسقاط النظام تتعالى فالإحتجاجات اليوم في إيران لم تعد عامة مع عودة المعلمين للإضرابات بقوة وسط مطالب بضمان الحريات السياسية وطبعا تحسين الوضع الاقتصادي ومسألة حقوق القوميات فالنظام الإيراني أمام خيارات محدودة لتجنب سنة مظلمة بالنسبة للاقتصاد إما العودة للقبضة الحديدية والقمع في الإطار الأمني والذي أثبت فشله وفق خبراء الشأن الإيراني أما الخيار الثاني فهو أن يتراجع النظام ويقبل بإعطاء بعض الانتيازات والدخول في المفاوضات النووية طبعا لإنقاذ نفسه والاقتصاد وذلك من خلال رفع العقوبات الغربية تزامنا مع ارتفاع وطيرة التضخم التي بلغت 40% حيث نشر صندوق النقد الدولي مؤخرا تقريرا توقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الإيراني البالغ 3% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023 وهو ما ينذر بعدم وجود رؤية مستقبلية للاقتصاد الإيراني ووفق مراقبين فالنظام الإيراني حتى وإن تمكن من قمع الاحتجاجات المستمرة والتي دخلت شهرها الثاني لن يتمكن من احتواء الاحتجاجات المطلبية في المرحلة المقبلة بسبب الوضع المعيشي المزري حيث أكد بحث أمريكي سابق أن استمرار السياسات المتبعة من قبل النظام الإيراني ستؤدي إلى تكرار الاحتجاجات أكثر من مرة وتدفع بالمحتجين إلى العودة مجددا إلى الشوارع مستقبلا من بروكسال تنضم إلي مونة السلاوي الباحثة في الشأن الإيراني سيدة مونة أهلا بك معنا ماذا يعني دخول المعلمين على خط هذه الاحتجاجات الإضراب اليوم وغدا ما هي قوة هذا القطاع يبدو بأنه الآن معي السيد سيدة مونة السلاوي هل تسمعيني يبدو بأنه ستمونة غير جاهزة سنعود إليها خلال هذه النشرة طبعا ونتابع الشأن الإيراني سيدة مونة السلاويات ترجمة نانسي قنقر أصبحت جاهزة الآن معنا من بريكسل من السلاوي الباحث في الشأن الإيراني. ستمنى أهلا بك بمعنى ماذا يعني دخول المعلمين على خط الاحتجاجات إضراب اليوم وغدا ما مدى قوة هذا القطاع وتأثيره على الشارع تحياتي لك والمشاهدين أولا لنعطي شوية معلومات عن النقابة المعلمين تم تشكيلها بـ 2002 وفيها أعظم معلمين من جميع مناطق الإيرانية وكان لديهم احتجاجات على مدى سنوات عديدة. يعني لديهم القدرة التنظيمية للنزول إلى الشوارع على رقم أن البيان يطلب من المعلمين الاعتسامات داخل هذه المدارس. ولكن على مدى السنوات الماضية كان المعلمين نظموا كثير من الاحتجاجات مع طلابهم ومطالبات المعلمين كان لديهم أثر أيضا على تفكير الطلاب والطالبات في المدارس. مثلا النظرة التي تحملها يعني الجيل الشباب كثير منها تأتي من مطالبات هل هذا الإدراب ودخول المعلمين على الخط سيعطي زخما لهذه الاحتجاجات سيحافظ على هذه الروح النضالية كما يصفها البعض لدى هؤلاء الشباب الذين يجبون الشوارع في إيران ويحتجون كثيرا. أولا عدد عظا نقابة المعلمين كبير جدا. يقدر أدد المعلمين أو يعملون في قطاع التعليم مليون موظف أكيد ممكن لهم ضمن هذه النقابة ولكن تعتبر من أكثر النقابات تنظيما. وألهم تأثير على طلابهم لذلك دخولهم بهذه الاحتجاجات وتحويل مطالباتهم اللي هي مطالبات نقابية لتحويل مطالبات سياسية ووقوف جم طلابهم يكون لديه تأثير كبير على حركة الاحتجاج. كما أود أقول مثلا أحد مطالبات المعلمين. ألا جاء لمطالباتهم مثلا برفع الرواتب لأن رواتبهم أقل من خط الفقر في إيران ورفع الميزانية لقطاع التعليم. كانت حذف مناهج الإيدولوجية من التعليم أكيد المدرسين كانوا يتكلمون مع طلابهم عن عدم استياء اجتماعي وليس فقط استياء اقتصادي من هنا أيضا نود أن نسأل إلى أي حد كبرت الفجوة بين النظام وبين جيل الشباب الإيراني جدا. وصلنا إلى مرحل أن الجيل لا يتحمل حتى السماع لكلام الرجال الدين لأنه رجال الدين متحكمين في كل في كل أماكن المهمة في البلاد ويسرقون كثير من الميزانية. مثلا إذا حتى عملنا مقارنة أحد مطالبات النقابة المعلمين كان رفع ميزانية التعليم في حال كل مرة المجلس والحكومة الرسمية تقول أنه لا يوجد لدينا في ميزانية الأموال حتى نزيد بالميزانية. هناك حظر اقتصادي وكلام ما شابه في حال لكل عام نرز ديات في ميزانية العسكرية. هناك ميزانية لحوزات العلمية. في حال تاريخيا حوزة العلمية ما كان يحصل على أموال الحكومية. كان يحصل أموالها من الخمس. هناك ميزانية للمقامات المقدسة. نحن لدينا أمبراطورية مقام الأمام الثامن لا يدفع الضرائب للحكومة الإيرانية. في حال راتب المعلمين تحت الخط الفقر. وكل الميزانية التي تقدم للقطاع التعليم تصرف على الرواتب. يعني لا يوجد أي استثمار في مدارس جديدة أو في تطوير التعليم. كل هذا أيضا يشعر فيها الطالب. لأنه على الرقم أنه مدارس حكومية جملة أخيرة. لا يوجد مدرسة حكومية لا تستطيع أن تستمر. إلا وإذا أخذت مبلغ من المال من الأهالي. أهالي يعرفون ذلك. يوصل لمكان يأخذون حق الكهرباء والنفط مشان التدفئة من الطلاب. حتى يستمروا في التعليم. شكرا لك من بريكسل. مونة سيلاوي الباحثة في الشأن الإيراني. إلى الشأن الصيني الآن. تعاطف غربي. ردود فعل. وتفسيرات كثيرة. خرجت تعليقا على لقطة إخراج الرئيس الصيني السابق هو جينتاو من قاعة مؤتمر الحزب الشيوعي. التي شهدت التمديد للرئيس الحالي تشي جينبينج. ما بدى غريبا هو طريقة إخراجه أمام الكاميرات. التي ظهرت عليه علامات الحزن لحظة خروجه أو إخراجه. بعد أن كان جالسا إلى يسار الرئيس الحالي تشي جينبينج. الذي جدد طبعا زعمته للحزب. وأظهرت لقطات فيديو كما نشاهد هنا على الشاشة مشاهدين. موظفا يحاول اقتياد الرئيس السابق من ذراعه. لكن الأخير رفض. وحاول الموظف رفعه من مقعده. لكن هو أصر على المقاومة. بينما كان الحضور يراقب بصمت. أعقبت إرغامه على النهوض عن كرسيه. محادثة استغرقت لحظات مع الموظف. كما أجره حوارا قصيرا مع تشي جينبينج. الذي رد من دون أن يلتفت إليه. لنشاهد الفيديو كاملا ومن ثم نعود. ترجمة نانسي قنقر الإعلام الصيني فسر هذه الحادثة بأن الرئيس السابق كان مريضا ومتعبا. وأنه كان قد أصر على الحضور. لذلك وجب إخراجه للحصول على الراحة. لكن التوضيح لم يمنع من إثارة التساؤلات حول ما إذا كان جينبينج يستعرض سلطاته من خلال إقصاء قادة الحزب الآخرين. القائد السابق للناتو جيمس تافريدس تعاطف مع الرئيس الصيني السابق. وأعلن أن موقف إبعاده قسرا من المؤتمر الوطني الشيوعي الصيني كان مخيفا جدا. وأن لذلك الفعل دلالات ورسائل أرادت تشي جينبينج إرسالها لخصومه في الداخل. أستاذ القانون في جامعة سنغافورة للإدارة هانري جاو علق قائلا أنه بالنظر لمدى دقة التدرب على ترتيب مثل هذه الاجتماعات. فأن أهم شيء يمكن التوقف عنده هو حقيقة أن يتم السماح بحدوث ذلك أمام الجميع ووسائل الإعلام. سحيفة نيويورك تايمز فسرت الموقف بأن تشي جينبينج لا يفعل هذه الأشياء بلا هدف. مضيفة أنه سواء كان الأمر متعمدا أو أن الرجل مريض فعلا. فالتأثير هو نفسه يعني إذلالا كاملا للجيل السابق من القادة الصينيين. من واشنطن ينضم إليه السفير أدم أيرلي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سابقا. سيد أيرلي أهلا بكم معنا. ما علاقة ما حصل مع الرئيس السابق الصيني وما بين السياسة الصينية الحالية مع الرئيس الجديد؟ كما تعلمون ثمت فرخ كبير بين تشي جينبينج وهو جينتاو. فهو قد تولى الحكم في عام 2012 من هو جينتاو. وخلال هذه الفترة التي كان فيها تشي جينبينج رئيسا كان أو الأحرى أمينا عاما كان هناك فساد مستشر في الصين. وحالة من انعدام التقدم. الأمين عام تشي جينبينج كان قد تحدث في خطابه قبل بضعة أيام قبل إزالة أو إخراجه جينتاو. لكن والأمر يبدو لي وللآخرين أنه جينتاو كان يقوم بحجد القوى الخاصة به وكان يقوم بالتعامل مع ما بقي من النظام القديم. الذين من وجهة نظره لا يعدون يوافقون على ما تعيشه البلاد من حالة فساد وتعزيز الوضع الأمني للصين. فهو لم يعمل على فقط إزالة هو جينتاو. فبل كذلك أزال إلى أثنين أو ثلاثة من عضاء اللجنة المركزية. يبدو واضحا بالنسبة لي. أستاذ آدم إخراج هو جينتاو بهذه الطريقة. هل هو رسالة بأن الرئيس الجديد لا يريد أي علاقة بين الشعب الصيني الآن وبين هذه الحقبة التي يمثلها هو جينتاو. أم هناك سبب آخر حتى لا يقوم بالتصويت على البيان الختامي أو يعرقل أي شيء في هذا التصويت على البيان الختامي للحزب الشيوعي؟ أعتقد أن كل ما ذكرتيه صحيح أولا. فهناك دلالة واضحة أن أي شخص يشكك بقيادة جي سوف يتم إزالته. ثانيا إنها إشارة واضحة أن أي شخص يقوم بالدفاع عن سياسات الماضي التي تخالف برنامجة شيء فكذلك سوف تتم الإطاحة به. هذا لا يترك أي مجال للشكل أي شخصا في الصين أن الجي هو المسؤول ويمتلك السلطة المطلقة. وكل ما كان يرسم السياسات القديمة قد وله. وهذا يعني بأنه يعمل على توحيد رقعة القوة بين يدي شيء وحلفائه. واعتراض هذه الصلاحيات قد يكون موقفا خطيرا. بهذه الحركة التي تم الإخراج الرئيس السابق بها من هذه القاعة. هل يمكن اعتبار بأنه لا مجال لأي منافس للرئيس الحالي في الصين من الآن أقله حتى تنتهي ولايته بعد خمس سنوات؟ أعتقد أن الإشارة تجدر أن مسألة إخراج هوجينتاو قد تمت على مرأة الكاميرات. وكان اجتماع الكونغرس عادة ننظمه ويخطط له بطريقة متقنة. كانت شي جينبينغ يرغب من كافة الناس في الصين أن يروا إذلالة السلفة. وأن كل من يتحداه سوف يتم التعامل معه بطريقة دون رحمة. ومن الواضح أن ما رأيناه على شاشات التلفزة يبعث بتلك الرسالة أنه ما من شخص يمكن أن يخطئ حقيقتها. شكرا لك من واشنطن السفير أدم أيرلي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سابقا. مع قرب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية يحذر المشرعون والمسؤولون الانتخابيون من تجدد أعمال العنف التي تستهدفهم وسط تاريخ طويل لحوادث مماثلة. المزيد في العرض التالي. العنف السياسي فرض نفسه على الساحة السياسية الأمريكية. أكانت انتخابات رئاسية أم تمهيدية؟ والتاريخ يشهد على ذلك. سيل من الجرائم المتعلقة بالكراهية تزامنت مع فترة انتخاب الرئيس السابق أوباما عام 2008. أما في عام 2016 فأثار انتخاب الرئيس السابق ترامب أعمال شغب واسعة نطاق من جماعات يسرية متشددة. وما بين الجريمة والشغب كانت أحداث الأسبوعين الذين سبقا انتخابات عام 2018 النصفية. الأعنف بأربع هجمات إرهابية محلية. هزت الولايات المتحدة كانت جميعها تحمل رسائل سياسية. وأخرى بالبريد ستة عشرة عبو وناسفة أرسلت من متعصبين لترامب لشخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي. هدفها الترهيب والتخويف. تسلسل دام شاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2020. أعمال عنف قادها أنصار ترامب في السادس من يناير. وأرضها كانت مبنى الكابيتل. وما بين الانتخابات وتنصيب بايدن كان السلاح حاضرا بين المحتجين. زخم السلاح والتظاهر رفع عدد المسلحين في الاحتجاجات بنسبة 47%. عام حافل بكل المقييس يضاف له 900 تقرير موثق عن حالات مضايقات وترهيب في الأيام العشرة التي تلت الانتخابات. مخاوف تكرار سيناريو العنف السياسي في الانتخابات. فالتهديدات الموجهة ضد أعضاء الكونغرس هي أعلى بعشر مرات مما كانت عليه قبل خمسي سنوات. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024. وأكد ترامب الذي كان يتحدث في تجمع حاشد أمام عنصاره في ولاية تاكسوس أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز فيها بايدن كانت مزورة وسوريقات. وأضاف ترامب أنه في سبيل جعل الولايات المتحدة بلد أمن ومستقر اقتصاديا من المحتمل أن يترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية في 2024. وقال ترامب بأن هذه السنة التي سيستعيد الحزب الجمهوري مجلس النواب ويتولى أيضا مجلس الشيوخ. بعد الفاصل سنتابع في التاسعة هذا المساء. الأمير محمد بن سلمان يطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية. حوافز مليارية لنمو الاقتصاد العالمي. أهلا بكم من جديد. إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية. يستهدف تعزيز موقع السعودية كمركز رئيس وحلقة وصلا حيوية في سلاسل الإمداد العالمية. الأمير محمد بن سلمان اعتبر أن المبادرة ستكون فرصة لتحقيق نجاحات مشتركة. إذ تصهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها في تمكين المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم. من الاستفادة من موارد السعودية وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل. وطبعا بناء استثمارات ناجحة. هذا الأمر بحسب وليل عهد السعودي سيعطي طبعا مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وأيضا يضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية. الأمير محمد بن سلمان أكد أيضا أن هذه المبادرة ستسهم أيضا في تمكين بلاده من تحقيق تموحات رؤيتها. التي تشمل طبعا تنمية وتنوية موارد الاقتصاد الوطني. وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030. المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تستهدف أيضا أن تكون المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد من خلال العديد من الخطوات. مثل حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين. أيضا إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين. بالإضافة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة. الآن السؤال ماذا عن الفوائد المالية؟ المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد تهدف لجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال أول سنتين من إطلاق هذه المبادرة. كما خصصت السعودية للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين. قبل أن أتابع مع الشأن العراقي. الرئيس الأوكراني زيلنسكي ردا على شويغو يقول روسيا الوحيدة القادرة على استخدام السلاح النووي في أوروبا. إذن هذا هو رد الرئيس الأوكراني على رد شويغو. طبعا بشأن ما تحدث به عن القنبلة القادرة وإمكانية استخدامها من أوكرانيا. سنتابع الآن من العراق. وطبعا رغم هذه الأجواء من التفاؤل التي يشيعها الإطار التنسيقي. إلا أن خلافات داخلية عميقة نشبت بين اتلاف دولة القانون برئاسة النور المالكي. وتحالف الفتح بقيادة هادي العامري حول الحقائب الوزرية. التي لازالت تعيق تمرير حكومة السوداني. وفقا لمصادر عراقية. نتابع. خلافات داخل الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية حول الحقائب الوزرية. تحول إلى الآن دون تحديد موعد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد الشيع السوداني. البيت الشيعي الخلافات تتركز فيه حول ثلاث حقائب من مجموع 12 حقيبة. وزارة النفط والداخلية والمالية يتنافس كل من اتلاف دولة القانون بزعامة المالكي من جهة. وتحالف الفتح بزعامة العامري للحصول عليها. أما البيت السني فالخلافات بين تحالفي السيادة وعزم تدور حول وزارتي الدفاع والتخطيط من بين ست وزارات. يضاف إليها تمثيل المحافظات السنية في هذه الوزارات. الخلافات بين الأكراد تتركز على أربع حقائب وزارية. ومن هو الأحق بالحصول عليها بعد التصويت على رئيس الجمهورية المحسوب على الاتحاد الوطني الكردستاني. الصراع ليس مرتكز فقط في البيت الشيعي. هناك صراع في البيت الكردي وفي البيت السني. البيت الشيعي يرتكز حول وزارة الداخلية. أعتقد أن ربما وزارة النفط. وهذا هو جدل طبيعي. أعتقد في تكوين حكومة اعتلافية. خلافات بعثت برسائل مقلقة للشارع العراقي. الذي ظل لنحو عام يترقب تشكيل حكومة جديدة تتعامل مع القضايا الاجتماعية والحياتية العاجلة التي تواجه العراقيين. نشوفها نحن جايد دور على نفس اللوب. يعني ما تغير شيء. وجوه جديدة. لكنه الوجوه الجديدة هو تدوير. طبيعي. يعني حكومة محاصصتية مثل هذه الحكومة أكيد تتأخر. أكد تفاقات لتقسيم الوزارات. وسط هذا الصراع للظفر بالحقائب الوزارية الدسمة. راج سوق بيع الوزارات التي وصلت إحداها إلى مبلغ 150 مليون دولار. وفق تسريبات من كواليس التأليف لهذه الحكومة. من بغداد منتظر رشيد العربية. للمزيد حول هذا الموضوع من بغداد ينضم إلى واثق الجابري على البحث السياسي. سيد الجابري أهلا بكم معنا. هل الخلافات بين دولة القانون وبين الفتح والسيد العامرية فقط؟ على الحصص الوزارية؟ أم هناك أمر أكبر من ذلك؟ وسيؤثر على الإطار التنسيقي. نعم شكرا جزيلا لكم. وتحيي لكم شاهديكم ولكرام. طبعا هي ليست خلافات وإنما تباين بوجات النظر. وبالتالي أنا أتحدث عن معلومات أن القضية حسمت على أساس النقاط. ووزارة النفط التي كان خلاف بين القوتين عليها هي حسمت الآن إلى دولة القانون. والآن الإطار التنسيقي قبل قليل كان في اجتماع في منزل السيد العامري. وكانت الأجواء إيجابية. وهو تم التفاهم على كل الخلافات بين القوى السياسية. وبالتالي تم حسم كل الخلافات بين هذه القوى. حددت الوزارات على أساس النقاط. دولة القانون تمتلك مقاعد أضعاف تحالف الفتح. التحالف الذي يقوده السيد هذا العامري. وبالتالي أنا أعتقد هذا حتى ليس له علاقة بمسألة تأجيل جلسة انتخاب رئيس التصويت على الكابينة الوزارية. وإنما أجلت حتى تنتهي التظاهرات. طبعا إلى أي حد سيد محمد شيع السوداني هو صاحب القرار الفصل في هذا الموضوع. أم هذه التكتلات هي التي سيكون لها الكلمة النهائية في تشكيل هذه الحكومة؟ لا هو أولا الإطار أعطاه تفويض كامل باختيار وزاراته. لكن بنفس الوقت القوى الأخرى والإطار أيضا. هو يحدد شخصيات من ثلاثة إلى خمسة إلى الوزارة يرشحون. وهو حدد لجنة برئاسته تقوم باختبار وإطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين ومقابلتهم بشكل مباشر. طبيعة هذه الحكومة كما قال سيد محمد شيع السوداني. بأنه ستكون حسب الكفاءة أم حسب الولاء لهذه الاتلافات؟ لا لا هو سيفضل أكيد عندما يكون هناك اختبار أكيد سيفضل الوزارة على أساس الكفاءة. القوى السياسية كل قوة وين كانت هي تقسم بين القوى السياسية. القوى السياسية تختار خمس شخصيات وهو يختار من بين هذه الشخصيات الأكفة والأنزه. هو الأكثر قدرة وإدارة ودراية بداخل الوزارة. وبالتالي يتحامل على أساس اختبارها. حسب ما نسمع وحسب ما تحدث حضرتك. بأنه يبدو بأننا عدنا إلى حكومة المحاصصة. وهذه التي لن يريد التيار الصدري أن يدخل فيها. وهو امتنع عن ذلك لأنها وزارة أو حكومة محاصصة. ولكن السؤال الآن إلى أي حد لديه هامش في العمل من دون هذه الضغوط السياسية؟ يعني إذا كان هناك أي مسؤول الآن فاسد ويريد أن يحاسبه. هل هو قادر على ذلك؟ خاصة إذا كان هذا السياسي ينتمي إلى هذه الاتلافات أو هذه الأحزاب؟ أولا هي ليست محاصصة. وإنما الواقع العراقي يقول هكذا. الواقع السياسي بالحدة الاجتماعي يرفض أن لا يحصل مكونه على حصته بالتمثيل. السياسي أو بالتمثيل الحكومي. هذه أولا. الشيء الثاني هو لديه أعطي مساحة من الحرية. وبالذات من الإطار التنسيقي بأن يحرك الوزارات. وهو قال سيقوم بتدوير الوزارات. أي تغيير الوزارات من الكتلة السياسية التي كانت تتحكم بالوزارات لسنوات. ويناقلها إلى أحزاب أو جهات أخرى. قد تكون من مكون إلى مكون آخر. وبالتالي يبعد هيمنة الأحزاب. ثم طالبا من الوزارات. أنتهى وقتنا أستاذ واثق. نعود لمتابعة هذا الموضوع في نشرات لاحقة. شكرا لك واثق الجابري. البحث السياسي كنت معي من بغداد. انتهى وقت النشرة. نذكر بالعناوين. تحضير القنبلة القادرة. لندن تشير إلى تمهيد روسي لاستخدام النووي. وكيف ترد على الاتهامات بأنها سخيفة وخطرة. ريشي سوناكي تقدم على جونسون وباني موردنت بدعم المحافظين في الانتخابات البريطانية. والأخيرة ترفض طالبا لسحب ترشحها. في إيران إدراب المعلمين يعطي زخما آخر للاحتجاجات. وعام المظلم ينتظر اقتصاد البلاد بسبب العقوبات. ورسالة لإقصاء المنافسين. خبراء يفسرون لقطة إخراج رئيس الصين السابق. ولا مبالاة تشي جينبينغ.